اللهم صل و السلام و بارك على سيدنا محمد و على اهل و اصحابه اجمعين ازايك و حبيب قلب اخبارك و عاملين ايه يا رب و كلكم اكونوا بخير طبعا اسعار العلف بقت دايما في الطالع في الطالع ما فيش حاجة ابدا بتنزل الاسعار كلها مولعة نار طيب هنرب ازاي وهنأكل ازاي وهنسمن الطيور بتاعتنا والبط بتاع رمضان ازاي اقولك هتسمني بط رمضان ازاي ان شاء الله من عمر شهر هتبدأ ان انت تدي خلطة جميلة جدا جدا بنسبة علف قليلة و كمان من نص الشهر بالزبط يعني ما البط يوصل معاك شهر و نص هيتبدأ ان انت تسيب العلف خالص وهتمنع العلف تماما من البط و هنشوف البط بتاعنا هيكبر ازاي لو انت عاوزة البط بتاعك يبقى زي البط ده تعالوا انا اقولك سر التربية بتاعتي ازاي و ان انا بربي جميع الطيور بتاعتي بدون علف وبنسبة علف بسيطة جدا في البداية خالص صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعالوا نخش في الفيديو بتاعنا النهاردة جميل جدا جدا عملالكم خلطة جميلة جدا للبط من عمر شهر هتمشي عليها بالزبط طول فترة التسمين مش هقولك ان انت هتغيريها ممكن تزودها عليها لو انت حبا ممكن تنقص عليها برضو لو انت حبا بس الفترة دي كلها هتبقى بنسبة علف بسيطة جدا جدا لأول شهر ونص وبعد كده بدون علف تماما فترة التسمين لغاية الدبع لو انت اول مرة تشوفي القناة يا ريت انزيت تشتركي فيها واتفع على الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله وكل خير حطوا لايك كتير بالله عليك يا بنات لان القناة عندي وعاة خالص وحيت يا مين الله حطوا لايك للفيديو بالله عليك وكل اللي يشوفني وكل اللي بيحبني وبيحبني في الخير يحطي اللي لايك للفيديو عشان الفيديوهات توصل لأكبر عدد من المشاهدين وكل اللي يشوف الفيديو يستفيد انا بحاول بقدر الامكان ان ازلوكم الوصفات اللي انا بشتغل بيها من العمر الزغير لغاية العمر الكبير وجميع دورات الخليط المسكوفي والبلدي على القناة عندكم لو انتوا حابين اي حاجة وطبعا يشرفني ويسعدني ان انتوا تسيبوا لي التعليق بذكر الله وكمان لو انتوا حابين تسألوا في اي حاجة ان شاء الله اكون تحت امركم زي ما انتوا شايفين هنا طبعا البط بتاعنا اها ما شاء الله اللي هم بارك طبعا ده من عمر شهر يا جماعة احنا ببدأ ان انا ادي الخلطات دي تمام لو معاك كتاكيد بلدي ما فيش مشكلة لو معاك كتاكيد رومي ما فيش مشكلة الخلطة دي جميلة جدا حتى الحمام تقدر اني تتأكدي منا جميلة جدا جدا تعالوا نشوف مع بعض الخلطة بتاعتنا النهار ده ايه خلطة بتاعتنا يا جماعة زي ما حضراتكو شايفين ده الخلطة اللي احنا اتكلمنا عليها مبارح واول مبارح ده الخلطة اللي قلتلكو جميلة جدا للبط وكمان بديلة للاعلاف يعني ايه بديلة للاعلاف يعني انت هتربي تربية البط بدون علف وبنسبة علف بسيطة خالص في اول شهر ونص تمام كده طيب تعالوا نعرف الاول ايه هي يعني الحاجة اللي بتخلي البط يشيل معنا وزن من البداية خالص علشان ما يسقطش معنا ريش او عشان ما حصلوش حالة افتراس ودايما بسكر لكم في كل فيديو الافتراس والتساقط الريش لان هو دوت فعلا الحاجة الوحيدة اللي بتحصل بالذات للبط المسكوفي والبلدي والبط المولار تمام طيب اول حاجة ان احنا بنسمن على الطريقة القديمة بتاعتنا او على الطريقة الجديدة اللي هي بالاعلاف تمام كده طيب انت بتعملها يا مشاهد ان انا ما باجي اسمن البط بتاعي او ان انا باجي استقبله باستقبله على علف 23% اللي هو علف نسبة بروتين تمام لمدة شهر كامل بعد الشهر الكامل انا ممكن في الفترة دية يعني من بعد اسبوع او عشرة ايام لغاية تمام الشهر ممكن احط على العلف عيش او رز مسلوق او بواقي رز بتبقى موجودة عندي في قلب البيت تمام كده ما بحطش اي حاجة تانية ممكن ازود كرات ممكن ازود جرجير ممكن ازود اي خضرة موجودة عندي تمام كده على الخلطة بتاعتي طيب باجي من بعض الشهر بعمله الخلطة دي اللي هي كسر الرز المسلوق وكمان عليه نسبة ردة وعليه نسبة درة صفرة تمام الخلطة دي جميلة جدا لو انت اعتمدتها للبط بتاعك هتلاقيه ما شاء الله زي البط ده وزي البط اللي انتو شفتيه في بداية الفيديو اللي كان على السطح تمام كده عاوز اقول لكو يعني ما شاء الله اللهم بارك انا متعودة ان انا برب البط بتاعه على كده بنسبة على فقليلة علشان ما كلفش نفسي ان انا لما بيطلع عند بط يعني زي ما حضرتك عارفين بيطلع عند كميات فطبعا باخد اللي انا ببقى عاوزها للبيت طول السنة وباقي البط طبعا بنزله على القناة للبيع تمام كده طيب هنعمل اي بقى من بعد الشهر الاولاني يعني من بعد 30 يوم هنبدأ ندي للبط الخلطة ديه تمام هتزودها عليها يعني لو انت هتشتري علف كل يوم طبعا بط في عمر البط دوك كده في عمر الشهر طبعا هيكلفك اقل حاجة كل يوم 2 كيلو من العلف الصافي علشان لو انت هتحطله علف تمام كده طيب احنا عاوزين نقصر المسافة وفي نفس الوقت برضو نخلي البط معانا يقفل ريش وكمان يملى معانا في الوزن ويكبر معانا زي ما انتوا شايفين عمره شهر هو مقفل ريش هوت يعني ابتدى ان هو يقفل ريش ما شاء الله اللهم بارك ليه بسبب الخلطات اللي احنا بنعملها والحاجات اللي احنا بنعملها بنديله حاجات طبيعية من قلب البيت بتخلي البط يقفل معانا ريش بدري علشان بعد كده نقدر نديله الخلطات اللي احنا عاوزينها بعد كده بنبدأ بعد ما بيقفل ويخلص معانا ريش بنبدأ نديله بقى لو احنا عايزين نسحب العلف بنسحب العلف بطريقة غير مباشرة علشان ما يحصلوش اي مضاعفة طيب فالفترة دية زي ما تشايفين انا هنا حطيت نسبة من الخلطة اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي كسر الرز والرزة والدراء المجروشة حاجات دي كلها باخدها على النار كده بسلقها او برددها زي الرز بالزبط تمام بحط عليها كل يوم يعني الخلطة اللي انت شايفينها انا حطيت عليها نص كيلو علف يبقى احنا بعد ما كنت بحط اتنين كيلو كل يوم بقيت بحط نص كيلو يعني كيلو علف في اليوم واحد تمام كده فطبعا ده في حد ذاته جميل جدا جدا بتسميني وبتكبري وبط بيقفل معك ريش مفيش عندك تساقط مفيش عندك افتراس مفيش عندك اي امراض يبقى كده انت ماشي صح مفيش فيك اي حاجة غلص يبقى انت كده بتربية تربية سليمة تمام طيب لو احنا عاوزين نشيل الاعلاف خالص لو احنا عاوزين نشيل الاعلاف خالص يبقى الخلطة دي هتعمليها وتحط عليها ربع كيلو من كسر الفول او حتى الفول الناعم هتقلبي عليها ده في حد ذاته بروتين عالي جدا جدا للبط هيخلي البط يقفل معاك ريش بسرعة وفي نفس الوقت هيلحن معاك البط بسرعة وهيخلي البط يشيل معاك برضو تمام كده انا هنا حطى الرومي مع البط انه بصراحة ماش عند اماكن حاليا فهم كلهم بيأكلوا مع بعضهم الرومي الفراخ الزغيرة البلدي الفراخ كمان البيضة لو انت عاوزة عاوزة اقول لكم ان كان في فيديو عندي انا كنت منازلاه كنت مستقبلة الفراخ البيضة على الكسر الرز والرادة والدرق الصفرة وماشاء الله كان جميل جدا 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 يعني كمان ممكن تستقبلي على الفراخ البيضة جميل جدا بدون اعلاف مش شرط ان احنا نأكل اعلاف مش شرط ان انت لازم انت تكلفي نفسك عشان تربي شوي بس اهم حاجة لازم تتبعيها مع البط اللي انت تكون يعني قوية الملاحظة قوية الملاحظة في ايه يعني لازم تشوفي لو البط عندك تعبان عنده اسهال عنده برد عنده خنفرة عنده اي حاجة لازم انت تكون قوية الملاحظة لان كلما البط بيتعب معاك وبيعود فترة طويلة معاك في التعب كل ما هو بتلاقي جسمه بينزل معاك فأنت لازم تكون قويته الملاحظة تعالجي أي أمراض تجيله بسرعة يعني في خلال 3 أيام أسبوع بالكتير تكون معالجة الأمراض دي تمام كده زي ما حضراتكم شايفين هنا طبعا دي دورة البط التانية أنا حبيت أجيب لكم الدورة الزغيرة اللي أنا شغالة فيها وكمان الدورة اللي سبقتها أو الدورة الأكبر منها ما شاء الله هي هيها نفس الخلطة بسم الله ما شاء الله كمان تمام يعني حاجة كده جميلة جدا هنا أنا كنت عاوزة أوريكو الحاجات اللي هي بتطلع من البيت شوية رز مثلا عندك موجودين معايا هنا